الجدل ونقص المعلومات ربما مسيطرة على الناس كتير أتفق مع حضرتك تماماً هي طبعاً القانون رقم 17 سنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لـ 2020 واللواقح اللي هي بتفسر عشان انبسط للسادة المشاهدين زي ما حددك أشارت ضمنياً أن اللقاحة بتفسر القانون إذا قال القانون بيتكلم مثلاً غير مسموح للبناء اللقاحة بترجع تقول غير مسموح للبناء في نقط معينة فاللقاحة مهمة جداً سواء اللقاحة رقم 800 أو 638 أعتقد أن الدكتور مصطفى مدبولي أنهج جدل مبارح القص بمسألة مخالفات البناء وطمأن السادة المواطنين هو أحدك الجدل اللي أنا شايفه في رأي العام هو أكتر تسالات المواطنين المسئولية تقع على مين؟ مين يدفع؟ مين اللي هيدفع؟ هل هو صاحب العقار أو صاحب الوحدة السكانية؟ خلينا أكلم حضرتك من حال قانونية وإدارية وبعدين هقول لحضرتك الرأي في نفس الصادق قانون البناء الموحد رقم 119 سنة 2008 اللي هو قبل قانون التصالح يعني زي ما السادة رئيس مجلس الوزراء قال آخر المرحلة 39 القانون كمان بيقول يسمح مدها 6 شهر بس اعتقد للسادة رئيس مجلس الوزراء قال 39 وستوب بالغاية حتى اللي عنده أوراق نقصة بس هو يقدم طلب الطلب ده يا جماعة بتقدم من 125 جنيه ل500 جنيه على حسب مساحة العقار حضرتك بتقدم الطلب ومعاك 60 يوم تدفع 25% جديدة صالح دي مدة السماح اللي هي استجدت اللي هي استجدت 60 يوم تدفع 25% من قيمة الصالح 60 يوم اتكمل أوراقك الخاصة برسوم الهندسية وغير رسوم الهندسية ولكن الجدل اللي حصل في رأي العام جميع القوانين الخاصة بالبناء 119 سنة 2008 والقانون للمصالحات على مكلفة البناء 17 لسنة 2019 والقانون رقم واحد لسنة 2020 لم يوضح المسئولية على مين نهائية هل هو صاحب العقار أو صاحب الوحدة الشغيرة ولكن أنا عايز أقول لحضرتك دي مشكلة دي مشكلة كبيرة وكان أولى على لجنة الإسكان التباع المجلس النواب بالتعاون مع الإدارة المحلية ما يسيبوش رأي العام يحصل فيه بلبلة لأن النقطة دي في غاية الأهمية فأنا عايز أؤكد لحضرك على نقطة مهمة جدا القانون لم يحدد مين المسئول بس ولكن القانون القديم 119 لسنة 2008 لازم يرجوع ليه في كل حاجة طب القانون اللي عملته لجنة الإسكان تباع مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة ما فيوش إزالة بس الحكومة بتزيل أنا عندي أصلا دستور محدث هل قانون 2008 يتوافق مع 2019 حضرتك القانون 2008 للأسف الشديد مالوش أي علاقة بالقانون 17 وسنة 2019 يعني حتى قانون 17 وسنة 2019 اللي احنا شغالين عليه دلوقتي ما فيوش إزالة ولكن الحكومة بتزيل بشكل قانوني لنها بترجع للقانون الأديد طيب أبسطها للسادة المستمعين من هو المسؤول هل هو صاحب العقار أو صاحب الواحدة جميع القوانين قدامي بما فيها اللواح لم تحدد من هو المسؤول النهائي ولكن أنا عندي من أول المدة 99 ومدة 101 و102 و103 و104 و105 في القانون 11 و108 بتقول أي حد بيبني مبنى مخالف أو بيعلي فقط تعليل أو إلى آخره يعني من مخالفات البناء يتم حبسه ست شهور وبيدفع غرامة عفوا من ست شهور لخمس سنين وبيدفع غرامة من مئة ألف لخمسة مليون على حسب قيمة المبنى أو لما يجي أقف صد وكل نيابة أو تحديد أي العقوبتين سوى العقوبة الأولية أو العقوبة التانية ما أقول لحضرتك القوانين لم تحدد من هو المسؤول ولكن أنا بقول للسادة المواطنين هنرجع للقوانين دي الحكومة ممكن ترجع لهذه المواد في القانون وهتحمل صاحب العقار المسؤولية هكذا بتقول ممكن ولكن ليس أكيد ما أنا بقول لحضرتك بناشد الحكومة وبوصل الحكومة يا جماعة إحنا عدنا القانون 17-2019 وعدناه بالقانون 1-0-2020 ما فيش مشكلة المجلس النواب منتاش نعدله مرة أخرى ونحدد من هو المسؤول طيب حضرتك صاحب العقار ممكن يتحجدك في نقطة مهمة جدا لأنه هو ما يجي يبيع مع المالك اللي هو أنا مثلا اشتريت منه وحدة سكنية فيها بند وده بند يثبت في كل عقود أن المشتري اللي هو حمد عرفة عين الوحدة المحلية محل العقار كامل المعينة والنفية تماما لجميع المشاكل الإدارية يعني كده صاحب العقار شال إيد من الموضوع ما نجال ما عليك هو بس لو تسمح لي في النقطة دي في بند تاني موجود ما فيش مستحيل يكون في عقد مش موجود في البند ده يتحمل البائع كافة الاتزامات قبل هذا العقد قبل إقرار هذا العقد وكافة الاتزامات بعد إنهاء بعد إجراء بعد عملية البيع يعني يتحملها البائع طيب من اللي حيفص في القصة دي أنا القوانين ما بتقوليش من مسؤول اللي حيفص القصة دي وعن بي نصين حقيقة إن يحرر نصين ضد بعض يا دكتور ما نجالس عادة اللي عمل بلبلة في رأي العام أنا بقول يا جماعة لجنة الإسكان خلال المجلس النواب ولجنة الجزال المحلية نعد القوانين ونرفح الحكومة تصدى عليها ده واحد طيب إذا استمر الجدل حتى هذه اللحظة الحل إيه دلوقتي حيضطر إنه هو صاحب الوحدة حيرجع للعقد المكتوب بينه وبين صاحب العقار أنا دلوقتي ساعتك اشتريت منه عربية وحضرك مضيت عليها ورخصتها في المرور كل حاجة العربية دي طلع فيها أي عيوب فنية وحضرك ماشي بالعربية لقيت كوتش مثلا لقدر الله ماشي الوحده أو تم اتهالك الوحده وإلى آخير هنرجع نقول أسطنة جبت العقار من الحمد العرفة يبقى الفيصل إيه في الحالة زي كده بنصح المواطنين ارجعوا للعقود الخاصة بينكم وبين المالك وفي حازل حالة حضرتك بتحرر محضر في اسم الشرطة اسمه محضر إثبات حالة وبترفع قضية في مجلس الدولة بيتم البت فيها من شهر ونص لشهرين ده إذا الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب لم تنهي الجدل في هذه النقطة واعتقد المجلس النواب بتحمل المسؤولات الكاملة